مباراة اليابان وألمانيا كبرى أو الثاني كبرى مفاجئات المنديال حتى الآن طبعا بعد المفاجئة الكبيرة من مفاجئة المنتخب السعودي أمام الأرجنتين الياباني النهاردة قدام ألمانيا هدف دونرات في الشوت الأول للمنتخب الألماني عن طريق جندجان لعب منشستر سيتي هدف في ديئة 33 من رقلة جزاء نفس السيناريو الأرجنتين برضو كان هدف من ضربة جزاء نفس السيناريو تصورنا أن الأمور خلاص رايحة للمنتخب الألماني وبدأ الألمان يلعبوا بالإيجو كده وبالغرور اللي هو بتاعيه أنا كده كسبان المطش أنا المنتخب الألماني أنا أحسن لعبها في العالم بس جات اليابان وفي نهاية المباراة وهي اللي احتفلت قادي اللي احتفلاتها هي من توكيو منتخب الألماني برجولة 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 تلعبيه قدر النهاردة يفوز على المنتخب الألماني قدر النهاردة يعمل مباراة كبيرة ويحرج لعب المنتخب الألماني اللي عملوا حركة كده فأقول المباراة مش عايزة أخش التفاصيل دي بس سبحان الله من عند ربنا هي واليابان عملت مباراة كبيرة وعملت نتيجة رائعة على المنتخب الألماني بهدفين جمب في الديئة 75 وفي الديئة 83 عشان تفوز اليابان وتعمل مفاجأة كبيرة قدام المنتخب الألماني اللي بيعاني معاناة كبيرة جدا البطولة اللي فاتت خرج من الدول الأول والبطولة هذا العام يبدو كده أن الألمان برضو مش هكملوا فيها طريق جيد ألمانيا بعيدة بعيدة أوي بعيدة وبصراحة برضو ثانية إصابة ثانية وإصابة فيرنر عم يطلقهم أزمة في الشكل الهجومي بشكل كبير جدا